موسيقى أستاذينا الكرام في متابعتنا الخاصة بشأن انتفاضة تشرين المطالبة بإسقاط النظام اتدخلت موجتها الثانية عبر عصيان مدني واسع شاركت فيه معظم المحافظات العراقية وسط دعم الحركة الطلابية المدرسية والجامعية والعديد من النقابات لهذا الحرك في وقت لا تزال الحكومة وأحزاب العملية السياسية لا تزال مصرة على تجديد قبضتها الأمنية والقمعية وترحي حلول ترقيعية رفضها الشارع المنتفضة اذا مشاهدين الكرام في البدء نرحب بضيفنا في الستوديو الناشط السياسي المستقل بهجة الكردي مرحبا بك أستاذ بهجة حياك الله أستاذ نصير حياك الله تحياتي لكل العاملين في الرافضين وتحياتي لكل أخواني المنتفضين نعم ونرحب أيضا مشاهدين الكرام بالناشط في التظاهرات من مدينة الديوانية محمد سلمان مرحبا بك سيد محمد معنا أهلا بك أهلا ونرحبا بك ونرحبا بك وقناة الرافض حياك الله نبدأ منك أخي محمد كيف الاستجابة الشعبية لدعوات الأضراب والعصيان المدني في الديوانية وأيضا بقية المحافظات المجاورة لمحافظة القادسية تفضل أرجو أن ترفع صوتك قليلا سيد محمد لكي يصلنا الصوت بصورة واضحة طبعا هناك تجابة الافتنان مدينة الكلّة الصوتين ونطبع في الديوانية هذا الناس مثلا وثاب حققا في مختلا مثلا عمز السمينن أحيط أرد القشاة واعدد في التظاوار الديوانية ما هناك يبدأ الشعب وتجابة الهما والأعجان طيب سأعود إليك سيد محمد الصوت يصلنا متقطعا سنعود ونعود الاتصال بك أيضا سيد بهجة الكردين وجده تحية بك وحياك الله وبياك إذن لماذا أطلق المتظاهرون هذه الدعوات برأيك لبدء الأضراب العام والعصيان المدني يا سيدي التجربة اللي مر بها العراق بعد الاحتلال والمراحل ما بعد وصول هذه الجماعات البائسة خلت اليوم الشعب العراقي في أكبر محنة في تاريخه حتى في أيام هولاكو وأيام كورش وأيام الاحتلالات الأقدم لم يمر الشعب العراقي مثل ما مر في مرحلة ما بعد احتلال الولايات المتحدة وتسليم العراقي للأمريكان انتهت عند العراقيين كل آمالهم ومستقبلهم يعني هذه المجموعة البائسة اللي جاءوا وقالوا أنه نحن جئنا قادة بدون قواعد فاضطررنا إلى أن نلعب على الطائفية من أجل خلق قواعد بهذه العملية حرقوا هذا البلد وتراكمت عمليات الفساد بشكل خلت هؤلاء ما عندهم خيار آخر الآن يعني هذه المجموعات البائسة لم تترك شيء جميل في العراق إلا وحرقت وانت تعرف التراكمات ماذا تعمل يعني انت لما تكون فاسد وما كان سلطة تخرجك أو تعاقبك أو توصلك إلى محكمة أو تعيد الأموال المسروقة فالحاشيات اللي مربوطة بهؤلاء الفاسدين تنتشر بالطول والعرض السيطرة على كل المجالات اللي موجودة بالدولة على كل المرافق الأساسية اللي تضرب بالاقتصاد وتلعب في إمكانيات البناء وتعرف هاي المشاريع الوهمية فهذول سيطروا الشعب العراقي اليوم ما عنده خيار آخر هذه هي الفرصة الأخيرة والحمد لله والشكر أنه قادة الانتفاضة عرفوا كيف يوصلون هذه المرحلة إلى أن يكون لها حاضنة كل تظاهراتنا السابقة تقريبا كان النشاط الإعلامي المعادي التابع للدولة الإيراني الغرب كله كان مع الحكومة هذه المرة الشباب عرفوا كيف يبدعون من أجل أن يوصلون صوتهم ليس مسألة كهرباء أو ماء أو مدري خدمات لا الآن الشعار واضح نريد وطن يعني شلع قلع كلكم حرامية وأضافوا إلها أنه هذه المجموعات البائسة يجب كنسة يعني اليوم ما عندهم خيار آخر وصلت هذه المرحلة إلى الضراب العام أو العصيان المدني سنتحدث عنها نعود إلى محمد سلمان ناشط في التظاهرات من مدينة الديوانية لعلى الصوت يكون أفضل حدثنا عن الاستجابة الشعبية محمد لدعوات الأضراب والعصيان المدني في الديوانية تفضل نعم 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 إذن تفضل نعم نعم محافظ الأستاذ السير الشعلا نعم ماذا عن دوائر الدولة أيضا يعني هل أغلقت دوائر الدولة أبوابها وسط هذه الدعوات من النقابات إلى الاضراب بعض من الإدارات الدواري الحكومية نعم أغلقت ولكن بعض استجابت إلى محافظة الديوانية ولم تغلق الأبواب فكان عاشقين في محافظة الديوانية قمنا بتوضيه إليهم ولكن خلصهم من الصدق الأعلى اللي هي من المحافظة الديوانية لم يستجيبوا لنا وضغطوا على موظفينهم بين أفريقا ومغلت أسلاح الساد نعم طيب الموظفون نعم يعني الموظفون الحكوميون في الديوانية رفضوا الالتحاق بدوائرهم استجابة لدعوة الاضراب بعض بعضهم بعض رفضوا في جهاز بين هم بعضهم قدوا حتى أنهم قطروا من الواعج طيب كيف سينعكس برأيك هذا الاضراب العام على دعم متظاهرين انتفاضة تشرين في جميع المحافظات وخصوصا في بغداد طبعا هالسلسل ما جايز لاحظون بغداد بها مشادات وملاحدات تناثية ودخانية وقنابل ولكنهم صامدون طبعا هالسلسل شعب دامن هي اللي تكون هي الأعلى وهي الأعلى نسة إن شاء الله راح تكون صامدين إلى أن يتمتوا حقيقا مطالب بإيجاحة جميع الفاسدين وجميع بالسلسل كانوا في السلطة في محافظة ديوانية وفي كل محافظات العراق نعم أيضا الحركة الطلابية دخولها في التظاهرات كيف أسهم في زيادة زخم التظاهرات مع محاولات من وزارة التربية لمنع خروج هذه التظاهرات الطلابية طبعا هالسلسل وجدها في الحفظة في الوافظة لا المشهد اللي خارج اليوم برغم أنه هناك أمر من دولة مزارة التربية العراقية تخرجوا مدارتها لا تتضرروا لكل مدارت مؤسسات بأمر تتغلق المدارت نعم أشكرك أشكرك وأعتذر منك محمد لأن الصوت يصلنا متقطعا شكرا لهذه المشاركة من الديوانية محمد سلمان ناشط في التظاهرات أستاذ باجد سأعود إليك ولكن لنستغل لأن الاتصالات في بغداد أحيانا تكون سيئة نعم يعني معنا الآن دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلم السياسية في بغداد هل تسمعنا دكتور قحطان؟ أهلا وسلم بك والحمد لله على سلامتك دكتور قحطان تعرضت لي خطف بسبب حضورك إلى ساحة التحرير إذا تعرضت لي خطف بسبب حضورك إلى ساحة التحرير من الجهات التي حاولت ذلك؟ هل هي ميليشيات؟ هل يمكن أن تسميها بالاسم إذا توفرت عندك المعلومة؟ بدأني أكيد هذه جميع ميليشيوية أصابت أكيد لا علاقة لها بالدولة التي قد تكتير من حيث الغالة الضاضحة لها لأنهم حاولوا استياد ينصح التعبير في أحد الأزقة المودية من نساع الشعدون إلى شارع أبو نواش وعندما الله ماتكني منهم الحمد لله والسكر ربي والأمانة أصبت أحدهم لدرجة أنهم نزلوا ورفعوه إلى تيارتهم ثم عفت إلى الشارع الشعدون هربوا عندما اقتربت إلى تيارة النجدة إذن بالتأكيد هم عصابات كذلك لكن هذه العصابات ليست بالمعنى العصابات المجردة بعيدة عن قوة سياسية بعينها أو قوة أقليمية بعينها أنا في تصورة أن هؤلاء هم تابعون إلى القوة التي لا ترغب أن يتغير العراق أو أن يعود العراق إلى عراقيته الجماعة التي لا تريد العراق أن يكون حراً واحداً موحداً كما تريد الآن الرجال واشتباب في ساحات الاعتصارات والساحات التظاهرات في كل العراق ولكن دكتور قحطان من قوات أمنية مختلفة شرطة وغيرها كيف تحصل أعمال الخطف للناشطين والأكاديميين كما حصلت لك وكما حصلت أيضاً مع الناشطة دكتور صبا المهداوي وغيرها الله يسفق أسر خطنا صبا وكل أشير مختطف أنا واسق كل استقراءات من خلال ما لمست من انتباع وليس من قول من قبل الشرطة أنهم مدركين بشكل وآخر إلى أن هناك مجامع من هذا النوع لها سطوة كبرى في منطقة الحراكة الشعبية في أي مكان وبالتالي هذه المجموعة عندما يقول لها سطوة معينة تخشاها ولو تقليل ونسبياً قوة الرسمية للدولة هنا أمام حالتين أما هناك قناعة تامة لدى جماعات السلطة والجيش أن قوة أخرى غير الرسمية أقوى منهم تأمن أو أن هناك توجيه بشكل باخر نعم دكتور قحطان هل أنت معنا؟ إذن سنحاول أيضاً أن نعيد الاتصال بدكتور قحطان الخفاجي وأستاذ العلم السياسية في بغداد نعود إلى دكتور بهجة الكردي نعود لنكرر ما هناك دعوات كبيرة دكتور بهجة الآن موجة الثانية من هذا الحراك الشعبي والاحتجاجات لثورة تشرين هو دعوات كبيرة لبدء الإضراب والعصيان المدني كيف تصب ذلك وما أهميته؟ أولاً تنطني دقيقة بسحي صديقي دكتور قحطان الخفاجي صديقي العزيز الحمد لله على السلام يا سيد هذه المجموعات البائسة لأنها فاشلة أخي استاذ النصر لأنها بائسة فاشلة أثبتت خلال هذه السنوات لم تتعلم شيء أنها جاءت لمشروع مدروس وهو حرق العراق ونجعه مع الأسف ولهذا يجب الآن محاسبتهم هؤلاء ما يردون مثقفين ما يردون أصحاب فكر ما يردون الناس اللي عدها غيرة عراقية ما تخدمهم ولهذا زعلانين على هاي الانتفاضة ويطلعون عليها هاي الشعارات مدسوسين وشيعة إنجليز وأن هؤلاء مأجورين لكن على كل أخي العزيز نتعرف مشاركة أكاديميين وأساتذة جامعات ومثقفين يعطي ويضيف زخم لهذه التظاهرات يحاولون أن يتنوهم عن هذه المشاركة طيب ما أهمية الضراب العام الذي اتخذه الناشطون لهذه التظاهرات والعصيان المدني هل سيكون برأيك أستاذ باجة أكثر إيذاءا لقوى السلطة في العراق؟ طبعا شوفوا يا سيدي هي الحل الأقصر للخلاص لخلاص العراقين لأنه أحلامهم دمرت مستقبلهم دمر العصيان المدني السلمي طبعا هذا سيجعل أنه توسعها أن تصل إلى كل محافظات العراق حتى أقليم كردستان وإلى كل مدن العراق عندما تخرج هذه الجماهير وهذه الهيئات والنقابات والمؤسسات ستشل حركة هذه الحكومة البائسة وعندما تزداد هذه العملية سيلتحم الشعب العراقي شوف لي حد الآن أكوناس الأخ العزيز الناشط قال أنه في مدينة الديوانية أنه لم يلتحم الجميع لأنه لم يتحقق نصر في الشوالي عندما تتحقق عندما يحقق منتفضي تشرين نعم عندما يتم فعلا الثبات في هذا وأن يقف الشعب معهم يبدأ تحقيق أول نصر سيلتحم كل شعب العراق إلى درجة أقدر أجزم أنه حتى ناس داخل الحشد ممكن تلتحق بهذه الانتفاضة لأنه الناس تعرف أنه اللعبة game over انتهت اللعبة فالآن يا سيدي أنا أقول أنه سقوط هذا النظام أقرب ما يمكن عندما يتسع قاعدة الاعتصامات نخفف بالمناسبة عدد قد شهدانا نخفف عدد جرحانا ونقلل هذه المآسي ولهذا لما أدعو أنا إلى خروج الطلاب والجامعات والمؤسسات وإغلاق كل المنافذ الحدودية بطريقة بحيث ما أخلي جماعة تعالوا احتلونا لأن هذه الجماعة هي اللي الآن الاقتصاد العراقي بديهم هذه المجموعات البائسة هذه الزمر اللي جاءت مع الاحتلال الأمريكي والإيراني كل اقتصاد العراق بديهم ومن هنا شوفهم يعني يدعون أنه ماكوا داعي لكن لا أكوا داعي هذا العراقي استحق نور العين ولهذا إذا خرج الشعب وأغلق الشوارع والطرق الرئيسية اللي تقود إلى حدود إيران إلى الموانئ إلى المطارات هذا سيعجل من سقوط هذه الحكومة لا محلة إذن سأعود إليك أيضا نعود مرة أخرى هاتفيا من بغداد معنا دكتور قحطان الخفاجي وستاذ العلوم السياسية مرحبا بك مجددا دكتور قحطان أين تأكيدات الحكومة دكتور قحطان من أن قواتها وشرطتها مهمتهم الرئيسة الآن حماية المتظاهرين والناشطين ومن يلتحق بهم من الكفاءات سواء كانوا أكاديميين مثقفين بشتى شرائح الشعب الحكومة كلهم تؤكد حقيقة سلبها حقيقة ضعفها حقيقة سمسة كيف سرقيتها فهي أصوحة كبالتمام أشفط نعة التي الآن تسيرها بتاع الهجين حتى يستمونا بسرعة سلسسين أو بسرعة سلسين إذن هذا يكتلل على الحكومة الفعلة ليش الآن غير قادرة على دراس فلس بل قادرة على حماية كل جزبات أكتبوها أحيانا حتى ما يشفل شخص سلبة يحاول أن يبررها وجشف حالة من نظاقية جيدة حتى أنهم يكتبونها لكفة ويضحون أن تشفهم قرب لغيرهم هذا شعب حقيقة القصومة تماما نحن أرى أن نتبقى ونتبقى 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 الآن تماما حقيقة هذه القصومة للاسف انقطع اتصالات سيئة في بغداد إذن دكتور أستاذ بهجة لا نشوف خلينا نعلق على هذا الوضوع لأنه يستحق أن نعلق عليه شوف هذا العراق شوف هذا الوضع المأساوي شوف هذه الكوارث التي تحدث وشوف أن هذه الحكومة كيف تبدع فيه أنه الضايق على أهلنا وناسنا والأحرار والمنتفضين عمليات التواصل مع الخارج هذه مدروسة هذه ما جاء بالصدفة العراق من أغنى دول العالم المفروض عندها أفضل منظومة انترنت وأفضل منظومة للتواصل لكن شوف القنوات الفضائية المجيرة المطبلة لهذه المجموعات البائسة شوف أمورها عدلة شوف أنه من يخدم هذه المنظومة الفاسدة أمورها عدلة لكن لما تصل إلى الشعب يقول لك أنه من يعطيهم انترنت من حاول أن نعطيهم إمكانية التواصل ولهذا شوف الصوت مواضح يا سيد صحيح الخدمات عموما كما تعلم الشعب العراقي يعاني من كاربا سأعود إليك دكتور بهجة ولكن مشاهدين الكرام الآن فاصل قصير ثم نواصل ترجمة نانسي قنقر مطالب حضرتك وليها سبب جاي مطالب حضرتك وليها سبب جاي أحسك من فعل حين وحمات وعلى محترق أروح يعلينا نشبيه قاعد يشربوا الدمنا السياسي أدل الطيل حقي يجيب قناصي قاعد أقباله واني أشاد راسي وانت تريد هسا تسوي تغيير تتور زود وخوتو هاي ناسي كل عقلك تغير حاكم تريد شايف لذة الكرس الرئاسي مندسين انت وذولة لوياك شون مندسين انت وذولة لوياك مندسين طلعون الجناسي هذا الجاي بربع عراقي جاي دور فاي عراقي ينبي نملوحة الهول أساسك وين هاي القاع أساسي انت مني ين أنا المنك وبيك الله أنت مني ين أنا المنك وبيك بس الفرقون أهل الكراسي من هالساعة راح تظاهر وياك من هالساعة راح تظاهر وياك والشجرتك ما يدن نفاسي إذا تظاهر وتعينك يروح تعين ليفرق موقياسي الله تعين ليفرق موقياسي يقل لك تلخوك ورا تبطيك يقل لك تلخوك ورا تبطيك ويجب الفاتحة بحجة هواسي وزال حدها ومعد ما نسكت النار وبك رفلان خاف يقول ناسي قلونا الشعب فك حاجز الخوف وجاك يصيح صارت داس داسي نصبنا بساحة التحرير تعداد سنة وشيعة دسنا على المآسي سنة وشيعة دسنا على المآسي حدينا بورد على البندقيات حدينا بورد على البندقيات اجينا بطبع هالمرة عكاسي ابو التك تك صبح دكتار واسعاف ابو التك تك صبح دكتار واسعاف وان يحمون بين اهل التكاسي والنسوان مسؤول على الارزاق والطالب ضار عام الدراسي وان خريج بيدا يزع الام نحسان ويقول اكسر نعاسي شعب حطيك بيدو عالبر المثار جي شغل القاعد عالكرسي تاسي خلي يعرفوا حدود الصم والاطراب الوف نضاف علي النام علي النام علي أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام إذن أستاذ باجت كما شاهدنا قبل قليل هذا التفاعل الشعبي في هذه الأبيات الشعرية وذكروا أنهم كسروا حاجز الخوف كما استمعت إليهم في شعرهم هنا أستاذ باجت أنطلق من صحيفة الجارديان البريطانية ذكرت أيضا أن المتظاهرين كسروا حاجز الخوف بعد ترديدهم وتفات بإسقاط النظام هذه التظاهرات الحالية أيضا ذكرت صحيفة الجارديان أنها تعدل أكبر منذ عقود كيف تصف تعامل الإعلام الغربي مع ما يحدث وهل فعلا كسر حاجز الخوف كما ذكر أيضا قبل قليل أحد الشباب نعم أنا أحيي هؤلاء أقف لهم احتراما وأنحني هذا الجيل غير كل المشاريع الفارسية الحاقدة على العراق يعني خلال هكذا لقاء يعني خلال شهر هذا المشروع كله قريب أن ينهار هذا اللي كان يصور أنه العراق لقمة سائغة وأنه خلاص بلع من خلال هذه المجموعات البائسة الحمد لله وشكر أنه هذا الجيل هذا الجيل يجب أنه يكون هو اللي يسيطر على كل مؤسسات الدولة بعد كنس هذه المجموعات البائسة لأنه هذا الجيل يعشق العراق هنا أستاذ باجة تسمح لي في خبر عاجل يظهر أسفل الشاشة الخزعلي زعيم العصائب قال أن محطة الموساد الإسرائيلي في السليمانية وأحدى الرئاسات تقف يعني وراء تظاهرات العراق كيف تعلق على هذا التصريح للخزعلي رجل فاشل هذا الزعيم العصائب عصائب نعم يقول زعيم العصابات لأنه ليس عصائب هذا إنسان فاشل مع أنه أنا ما راضي عن أداء برهم صالح وأعتبر أحد حيتان الفساد اللي من ربعهم وأكثر ارتباطا بإيران من دهوك وأربيل هذه الأمانة أيضا أقولها هذا الكلام يجب أن يصل إلى أخواني وأهلي في أقليم كردستان المحافظات الكردية هذا كلام خطير هناك خمس وخمسين منظمة ومؤسسة إعلامية ومنظمة مجتمع مدني في كردستان أعلن دعمها للمتظاهر انتفاض التشرين هناك تفاعل من أبناء الوطن الواحد بمختلف أطياط التي حاولت الاحتلال الأمريكي أن يزرع هذه المحاصصة الطائفية والمناطقية المشروع الفارسي فشل لن ينتهي في الموصل وتدميرها وفي تكريت والفلوجة والآن بدأوا على المحافظات وعلى قتل الشباب في المحافظات الوسط والجنوب هذا لن ينهي الفرس يريدون الهيمنة على كل العراق ولهذا أدعو أخواني في الأقليم أن يخرجوا وينتفضوا لأنه طرى الدور عليكم شوف هذه بداية مع أنه هناك نوع من التحالف منذ 2003 بين القيادات الكردية شوف لأنه هؤلاء اللي بالعراق الآمر الناهي ما لهم الأبي موجود في قم وطهران وهذولا بالنسبة لهم طرى أكراد العراق وسنة العراق وشيعة العراق ما يشتروهم بأرقص الأثمان لأنهم مهمهم أنه هذه الأرض يتم بلعها ولهذا شوفهم اليوم دا يذبحون بأبنائنا المنتفضين وقبلها ذبحوا بأبنائنا في المحافظات الغربية والشمالية وهذا المسلسل سيستمر ولهذا من هنا أقول لإخواني وأبناء شعبي في أقليم كردستان أن يخرجوا بإنم مظاهرات توزيع تشتيت جهد الحكومة هو إنقاذ أرواح أبرياء في رقعة التظاهرة طبعا لأنه شوف هذا الكلام إلى أين يؤدي كلام هذا قيس الخزالي قبل أسبوع كان الولي السفيه مالتهم قال أنه الفوضى اللي موجودة الآن في العراق ولبنان خلفها من؟ قال أمريكا وإسرائيل هذا دا يؤكد كلام سيدة اللي في قم وفي طهران يريد يوصل وإضافون لها هم أنه السعودية والإمارات أيضا فهذه كلها مؤشرات يا سيدي مؤشرات واضحة أنا أقول حتى كلام خطيب جمعة طهران يوم الجمعة لما اتهم شيعة العراق بأنهم شيعة الإنجليز وما حد رد عليه هذه كلها مسلسل هناك دا ينطلق نحو العراق وما كوا مصدات إلى لأن الحكومة فاسدة المرلمان فاسدة العصابات فاسدة الحشد فاسد ما حد رد المهم الشباب في الساحات تصدوا لهذا المشروع ولهذا هذا أملنا بهؤلاء الشباب أنه هذا هو الخلاص هذا المشروع هو اللي راح يفرح الشعب العراقي نحن نحقق نصر واحد في بغداد راح نشوف كل أبناء الشعب العراقي حتى بعض الخوان اللي موجودين الآن مع البرلمان ومع الحكومة راح يحاول بطريقة وبأخرى أنه يلتحق بهذا الركب من أجل أن يخلص نفسه لأن يعرف العقاب قاضي وساحق لأنه لن يخرج بأحد من هؤلاء الفاسدين سالما من العراق إلا أن يعيد أموال العراق المنهوبة ويحاسب في محاكم وطنية عراقية وهذا هم اللي خايفين من عنده ولهذا شوف الانتفاضة الآن أرعبتهم ما كانوا يصورون كانوا يصورون أنه انتهى قسمنا القعكة والبقية وافقت والمرجعيات تأيدنا والأمور ماشية سأعود إليك أستاذ باجت معنا من جديد أستاذ العلم السياسية في جامعة النهرين من بغداد هاتفيان دكتور قحطان الخفاجي مرحبا بك مجددا إذن دكتور قحطان هل تعتقد أن أسلوب الخطف والترويع للمتظاهرين سيكسر شوكة هذه التظاهرات وانتفاضة تشرين أكرر ربت أرحب بكم واسف لشو الخطف كما تعلمون نعم سيكسر شوكة سيكسر شوكة سيكسر شوكة سيكسر شوكة حبيب فدق الكرد إن شاء الله عراقي والله عراقي في المعنى كلمة الله يطول لعمرك سيكسر العزيز سيكسر الله السيب العراقي اللي عمره 16 سنة وواقف أخط الأول على الصفة أمام طلق الحي وأمام الزخران نحن نأخذ عزيمتنا من هؤلاء الشباب نحن عمرنا تقدمت واشتباب علمونا الشيء الكثير ونشكرهم كيف علمونا السباة والموقف السليم الناصح الموقف العزو الكرامة منذ أولو لحظة إذن لا توقع التظاهر التي أو الفرات أو الثورة حقيقة العراقية ثورة قيمية وثورة بيضاء لحتى أن نسميها لأنها ثمية في مئة في مئة وعمة العراق أجمع حتى إذن لم يقعد إلى الساحة هو سار في بيته نعم إذن لا ينسى أن تسمي عزائل والرجال العراقين هكذا أعمال وهذه محسوبة ومتوقعة ونتمنى نطف الله علينا نتوقع أشياء أخرى أكثر كثاوة لأنهم أساسا المجرمين لا يعرفون الإنسانية شيئا سوى مخالف الخنازير التي تحاول أن تطعن الآخرين إذن نحن أمام خنازير أمام غباع مفترسة جائعة متنة إن شاء الله مكتورة بإذن الله بإذن الله ما دام الله موجود وما دام الشعب العراق عين الحق نقول ما دام الشعب العراق عين الحق وما دام عراق العراق يدعو إلى خلاص ثلاثه ويجي وطن أن الله عز وجل بأنه تلق الكون من أجل الإنسان لا بد أن يأخذ الإنسان لخلاص إن شاء دخول الأكاديميين دكتور قحطان والنخب العلمية وحتى شريحة المعلمين والطلاب دخولهم في خط التظاهرات إلى أي مدى سيكسبها يعني زخما ووعيا بضرورة التغيير الشامل في العراق بالتأكيد يكسب هذه الحالة ولكن لديك أشبها أكثر أنها عراقية أخرى بدأها بإمان أنهم بادروا بمبادرة استلمها العراق أكثر بعدما يستلمها المثقفون الأكاديميون هذا دليل على وعي هذه الضغط الرائع عن الشباب وعلى مصداقية الهدف ووضوح الهدف وعلى أن ذلك هو استبيل وحيد القلاص إذن مشاركة الأكاديميون مشاركة المثقفون مشاركة الطلبة المقابات المهنية كافة على أن على أن الحراك وطني ومن صره صحيح ومعالاته إن شاء الله صحيحة كل ذلك يحزز وجودهم ومنصرهم وبالمقابل أيضا يهبط النوايا السيئة التي تسكن المجرمين في طمائرهم البيت محاولة تعرضك للخطف دكتور قطان هل سيزدك إصرارا على معاضدة هؤلاء الشباب في الساحات لإكمال المسيرة وما الرسالة التي أراد منها الخاطفون إيصالها لك لجنابك وبقية الأكاديميين أو النخب التي تريد أن تشارك هذا الحراك في انتفاضة تشرين بالتأكيد هؤلاء الشباب قلت لك قالوا نريد وطن الطريق الوحيد للوطن هو هذا الحراك نحن تعلمنا منهم وكان موقفنا عبارة عن عرصان بوطنيتهم وموقفهم وبعلميتهم ومزاقيتهم وبالتالي لا توقع عائل يرجع عن الحق لتخرصات متخرص أو لتفاهات من هذا الشباب الشباب عندما تريد أن تخلص نفسها وتخرج إلى الصفاء تأرحب لها هي تجلل على أن العودة لا يمكن أن ترهبهم ما ينسى هذه الشباب الذين قبلنا ترحوا ورفضوا الانسحاب وبقوا على الساحة الأمامية واستشهدوا له درس كذلك درس كبير لنا فكيف هل المثقفون ندعي الثقافة ندعي معرفة نتراجع من عمل بسيط أنا أقول من فضل الله علي وكأن كانت جنود معايا تخاتل هؤلاء أنا لحالي وهو أربعة أنا أصد أحدهم حتى أن رفعوه بأيديهم إلى السيارة وآخر وأنا بفرج عادل عن السلاح وهم مسلحون إذن هذه نصر الله للأراقين فلا أتوقع أنها تؤثر على عزمة الأراقين حماك الله دكتور وحمى الله الجميع المتظاهرون السلميون دكتور قحطان يرابطون إذن كما ذكرت في الشوارع بأجسادهم وبالتزامهم بسلمية التظاهر بهذه المدنية التي يجسدونها في تعبيرهم إلى أي مدى سيكسبهم ذلك مع الاستمرار طبعا مع الوقت تعاطفا دوليا أكبر وتعاطفا أمميا بضرورة تغيير جذري لهذا النظام السياسي في العراق الذي أتى به الاحتلال ما دام ما دامك ذكرت المجتمع الدولي فأنا كمتابع ومكتخص تصف بأعض الأحيان بشؤون القانون الدولي بحكم التعليمي أرى تكتيرين كبيرين لمجتمع الدولي حيال الحراك العراقي الحراك العراقي أعطى أكثر عدد من الجرحة ومن الشهداء في وقت قصير لم تحطيه حيث ظهر أخرى مع أكرامي لذلك الحراك في الدول أخرى ولكن كان الحراك الزولي مساند واضح إلى الحراك الداخلي لتلك الدول فلا يعرف لماذا المجتمع الدولي لحد كبير سامد لذلك العلم المستحج أن تكون جادة في سلوكياتها أدعو الدول العووية دائمة العووية ومساعدة أن تكون فعالة أمام هذا القصر اليومي إذن نحن أمام صمت لأسفل الشديد ثبات هذه المجاميع الشبابية ما المطلوب دكتور عفوا ما المطلوب لتحريك هذا الركود في المجتمع الدولي والرأي العام العالمي من النخب عموما في الداخل والخارج بالتأكيد النخب في الداخل الخارج علينا أن تتحرك اتجاه تحريك المجتمع الدولي تمت كفاءات علمية في العراق قارجا من عملات موشطات دولية كبرى أتمنى أن يستخدموا علاقاتهم ويستخدموا معرساتهم العلمية في سلوكيات هكذا الأمور لأن يحرك المجتمع الدولي أن يتحرك المثقفون العراقيون جميعاً لأن يبقى بعضهم صامت ينتظر أنه يتحين خصة أي كفتين تفوز يكون معها لأن هذه مرحلة انتقالية عصيبة في طرف العراق والعراق سوف يبين ويحدد من له من عليه في درجه العصيب الجامعة العربية الجامعة العربية الجامعة العربية المؤتمر الإسلامي علينا أن يكون هناك حراك واضح نتمنى أن من المستمع الدولي ومن الجامعة العربية أن يكون لها دور في هذا الشيء نعم إذن أشكرك شكراً جزيل وحفظك الله مرة أخرى دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية من بغداد وقد تعرض لمحاولة خطف في بغداد بسبب مشاركته في تظاهر الساحة التحرير جدد شكري لك الدكتور قحطان الخفاجي أعود إليك أستاذ باجة الكردي هل تعتقد أن هذا الإضراب والعصيان المدني سيكون أكثر إيداء يعني لقوى السلطة في داخل العراق نعم نعم وأنا أحيي قادة الانتفاضة وشباب الانتفاضة الحقيقة رفعت رأس نعم فعلاً وصلوا رقابنا للسماء نفتخر نفتخر أيما افتخر نعم لأن هذه المجموعات فعلاً عراقية بقيم من أيام السومريين والآشوريين والبابليين وإلى العصور الأخيرة عراقية تريد تنقذ وطنها وتعيد الأمل لأجيالها وأولادها وأحفادها ولمستقبلها لأنه يعني يعني الطلاب ليش طالعين اليوم أخي محمد ناصير ليش طالع الطلاب لأن ما ظل عندهم أمل بالعراق لأن يعرفون أنه لم يكن مستقبل اللي عنده شهادات يبيع ببسطة مسكين لو يشتغل سايق تكسي وهذه سنوات طويلة ولا توجد مشاريع وكل عمليات غش ودجل والسرقة والنهب وما يخجلون يروحون بعاشوراي لطمون على الخفيف لو يوزع شاي بقوري أبو خمس فتحات لو يوزع طاطلي ويضحك عن الناس أنه يشوفون نحب سيدنا الحسين اللي يحب سيدنا الحسين ما يسرق أمواد الناس أن يقدم لشعبه لأن هؤلاء المظلومين المنكبين أنتوا جئتوا تاجرتوا بقضيتهم هذه ستطاع السنة فلابد أخي العزيز لا بد أن هذا الشعب يعيد البسمة إلى أبناءه هؤلاء المنتفضين هم اللي أخذوا على رقابهم أن يعيدوا البسمة لأبناء العراق هذا المشروع الفارسي الهمجي يعني أنتوا سرقتوا جبتوا فاسدين ليش تجيبون حشيشة ليش تجيبون موبقات ليش يطلع شخص ناطق باسم المرجعيات يقول تسقط المنظومة الأخلاقية بالعراق ليش تسقط ليش مونتوا يا أهل الغيرة يا المراجع ليش تسقط ما نحن دولة غنية هذا العراقية متاريخ ليش تسقط وشوف اليوم النتائج تأتي معاكسة طلعوا شبابنا يريدون ينهون هذه المرحلة من تاريخ العراق يا سيدي وأنه الحقيقة لما أنا أشوف هؤلاء الطلاب أن شرح أكثر الشرحة الاجتماعية دكتور كما لاحظنا هي هؤلاء الطلاب حتى من ضمنهم أطفال يعني صحيح لديهم هذا الوعي والحس الوطني كيف تصف هذا التفاعل من جميع شرائح الشعب وخصوصا الطلاب وهم يضربون عن الطعام عفوا عن الاضراب العام عن الدوام وعصيان مدني هناك يا سيدي عندي عائلة أهلي في بغداد البنة تجبر أمه وأبوها لازم نطلع للتظاهرات لأن صديقاتها طالعات وقاربهم ومعارفهم يعني هذا الالتحام حقيقة شيء مطلوب في هذه المرحلة ولذكر بهذا الخبر العاجل أغلاق ميناء أم قصر الآن في البصرة استجابة للعصيان المدني لإسقاط النظام السياسي في العراق إذن هناك استجابة لدعوات الإضراب العام والعصيان المدني في جميع أنحاء العراق من البصرة إلى بغداد صدقوني صدقني يا سيدي وكلامي موجه إلى أخواني تاج راسي في كل المحافظات لا أستثني محافظة إذا كان هذا العصيان المدني يشل الحكومة خطاها برقبتي لأنه يجب أن تشل كل أعمال هذه الحكومة يجب أن يمنع الدخول إلى محطات الفضائية التابعة للأحزاب يجب إيقاف العمل بها يجب محاصرة مكاتب وما يسمى بمقارات الأحزاب والميليشيات يجب مقاطعة البضاعة الإيرانية يجب أغلق الطرق التي تدعو إلى استمرار وبقاء هذه المجموعات لأن هذه المجموعات بهذه الأموال أهل أم قصر يجب أن نقف لهم وننحني لأن هذه هي الخطوة الصحيحة والمطلوب من أخواني وأهلي ما أنت تريدون تنهون هذه المحنة أنت تريدون اليوم من خلال 16 سنة من المعانات والنكبة علينا أن نغلق أن نحاصر شركات النفط الموجودة حقول معينة حقول مجنونة هذا سينهي ومو بس سينهي سيقلل من عدد شهدائنا وجرحانا ومعاناتنا يجب أنه هذه العمليات تستمروا هذا العصيان المدني وصدقني أسبوع لن تبقى أقولها لأخواني وأهلي وناسي وتاج راسي وأبناء شعبنا صدقوني إذا خرجت المدن والمحافظات في المدارس والمؤسسات الجامعات المؤسسات الخدمية صدقوني أسبوع لن تبقى هذه الحكومة ولكن أستاذ بهجة يبدو أن قوى السلطة يعني ما زالت تراهن وميليشياتها أكيد على ترهيب المواطنين بأعمال الخطف وأساليب الترهيب الأخرى للناشطين في إخماد هذا الحراك كما حصل مع الناشطة الدكتورة صبا المهداوي أمس صحيح هم بالنسبة لهم يعني يقولوها علنا يعني أذكر عندي صديق الموضوع يتطلب أنا أتطرق إلى هذا تذكر في التظاهرات اللي اخترقوا بيها المنطقة الخضراء نعم يقال أنه جاهم تهديد من إيران أنه راح يدزون ثلاث فرق عسكرية إلى بغداد للقضاء على أساس على التظاهرات ومن هنا على أساس أنه تم الانسحاب مال الصدر ومدري إيش ولفلفوها وغلأ يقول لك قال لهم إحنا صارنا أرباطعس سنة نعمل على أنه نجعل العراق جزء من إيران تجون الآن تطلعوا لمظاهرات ولهذا هذا الجيل وهذه الانتفاضة هي أملنا الوحيد ممكن أن ننفذ من هيمنة إيران لألف سنة وخلال هاي الألف سنة نحن من سيقرر مستقبل العراق وأجيال العراق ويخفض ثرواته لأبناء شعبه أنت شوفوا اليوم إحنا ثرواتنا وين تتروح هاي الصناعة والزراعة لماذا قتلوها بالعراق أخي ناصر لماذا قتلوها يعني هذا البلد اللي هو عنده نهرين ما عنده أنت صور يعني العراق اللي ينتج طماطع تطلع الطماطع بالموسم يجيك الإيراني يعني الصندوق بألفين دينار يعني بدولارين بينما الصندوق الطماطع اللي العراقي يطلع بستة آلاف وخمست آلاف دينار فمنه راح يشتريه تعرف الأرباح وين هم متعمدين يخسرون بالطماطع وبالاخيار وبكل هذه البضايع لأنه مع كل صندوق بضاعة تدخل حشيشة فجاي الأرباح صافية لإيران والهدف تدمير طبعا إيران ضمنه حتى في نوع أنواع من النساتل والحلويات هناك حبوب مخدرة تصدر يطلعون الحباية فما عنده مشكلة يبيع الطماطع ألف دينار حتى يقضي على الزراعة بالعراق هنا لابد من إشارة مع الدراسات الحرب الأمريكية سباجة ذكر أن النظام الإيراني ينظر إلى تظاهرات العراق على أنها تهديد وجودي تخشى انتقالها للجانب الإيراني طبعا ما حقيقة هذه الخشية هذه حقيقة يعني إن شاء الله نعم بعد إسقاط هذه الحكومة وإخراج حكومة وهي ليست جديدة يعني الحكومة في إيران قديم نعم وأنا يمكن قلتها صدقني إيران لن تستقبل هذه الحثالات اللي موجودة بالمنطقة الخضراء لأنه شعب راح ينتفض عليها هذولا إحنا صرفنا عليهم ونطيناهم سلاح ومدري إيش وخذوكم فعلى بأي حق تنطوهم يعني ممكن إيران تنطي لجوء لبعض القيادات السنية اللي موجودة من العملاء لكن لن تعطي لهؤلاء الهاربين إذا إذا الله سهل على هذه الانتفاضة خلال الأيام القادمة أن تنتصر صدقني هؤلاء كلهم سيهربون والإيرانيين ستنتقل لهم العملية العكسية لأنه صار لهم أكثر من 16 سنة يجوعون شعبهم شعبهم محروم وهم قاعدين يضخون إلى حسن نصر الله وإلى هذه المجموعات من أجل أنه يسيطرون على المنطقة من البحر إلى الخليج حتى تعود الإمبراطورية الفارسية والحمد لله والشكر ولذي الملحب العراق أنهوا هذا المشروع كلمة أخيرة بنصب دقيقة سيد بجد ماذا تقول للثابتين في الساحات والله يا سيدي أقول لهم يا تاج راسي الثبات الثبات شوف أخي نصر نعم النصر صبر ساعة صدقني نعم شوف هذه الأبها لهذه الإمعات وهذا الخروج وتلفزيون وقنوات وعلى أساسك حكومة بائسة فاشلة عميلة لا يمكن أن تبقى بالعراق لأنه يجب كنسها ويجب كنسها بأسلوب حضاري بأسلوب سلمي نوصل رسالة هكذا سيتم محاسبة هؤلاء شوف يا سيدي أنا لا أدعو إلى إعدام حتى هؤلاء الزبالات اللي موجودة وهذه الإمعات نعم أخليهم يكنسون العراق من أم قصر شارع شارع إلى زاخر يجب أن يروح ويذهب كل مدرسة كل طفل كل روضة كل ابتدائية يشوف هؤلاء شلون ده يكنسون الشوارع عندما تصل إلى محافظاتهم حتى يكونوا عبرا لمن اعتبر كيف تخنون وطنكم وتسرقون أمواله وأضيعوا بهذه الموبقات وبالحشيشة والمخدرات وتحاولون تقضون على كل ما هو جميل في هذا البلد أشكرك شكرا جزيلا سيد باجات الكردي الناشطة السياسية المستقل شكرا مجددا لكم مشاهدينا الكرام لهذه المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة